بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أعدت تفكر كثير في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ارحموا البشر قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حاجة عجيبة قوي الربط اللي كان ما بين الأرض وما بين السماء كإني السماء كمان بيكون فيها رحمة بتنزل علينا هذا الحديث في الحقيقة أنا أريته بقراية تانية أن يرحموا من في الأرض كل من في الأرض احنا عيشنا الفترة الماضية في القرن الماضي كله ويمكن القرن اللي قابله كمان عيشنا في ظاهرة من أسوأ الظواهر اللي ممكن تكون ظاهرة نتائجها دلوقتي اللي هي ظاهرة تشييق الإنسان إن الإنسان نفسه بقى شيء فما بالكم بالأشياء حولنا ما بقاش لها كرامة ولا لها معنى فمش معقولة أجي أقول لكم ارحم من الأرض الخضرة محدش هيقدر يفهم ده ولا أقدر أقول له ارحم شجرة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا زي نرحم الشجر لما شجرة حنت وأنّت عشان فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف اليوم وقف اليوم كرامة لشجرة لجزع شجرة بس مش لشجرة كمان وقف اليوم عشان يكلم جزع الشجرة طيب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج ليه ما كان ممكن في الشريعة الكلام ده يتحكي عن طريق الأمم السابقة لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه عارف أن الأمة دي لازم تقوم بمسئولية أساسية في الحفاظ على ماذا؟ عن بيئة البشرية كلها أنت مش خير أمة أخرجت للناس بس عشان أنتوا بتعرفوا تكلموا بعض وبتعرفوا تكونوا سبب لهداية بعض ونصح بعض لكن أنتوا في الحقيقة كنتم خير أمة أخرجت للناس عشان تحافظوا على بيئة الناس تحافظوا على حياة الناس وعشان كده كالرسول الله سبحانه وسلم لازم يكلم الجزء عشان نعرف كرامة كرامة الأخضر وإزاي أن ده ليه كرامة حتى وإن كان الخضار جزء من تاريخه ده جزء مقطوع لكن في نفس الوقت له كرامة لأنه جاء من أصل الحياة فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلم الجزء ولذلك قاله أنا ممكن أردك لبداية حياتك تاني وترجع أزرعك وتنبت مرة ثانية ولا تكون شريكي ولا تكون في صحبتي في الجنة فاختار أنه يكون في صحبته في الجنة طيب يمكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصد بس النبات ألا ده كمان رد الكرامة للشاء ورد الكرامة كمان للناقة ورد الكرامة كمان لكل شيء بل علمنا صلى الله عليه وسلم إيه اللي يخلي من بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفور الماء من يديه عشان يعلمنا أن الماء فيه بركة ولذلك ممكن كمان نسمي الماء المقدس لأنه ينزل من السماء بالحياة واجعلنا من الماء كل شيء حي لو تتبعنا كل دوجة معناه كده وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا أول عهد التاخذ عليكم هو العهد بأن أنتم ما تفسدوش وتسفكوا الدماء وكان ممكن في الأول خالص الملائكة تسأل سؤال واحد بس عن سفك الدماء بس هي سألت سؤال مركب الله سبحانه وتعالى قال إني جعل في الأرض خليفة قال وأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وكأن ماذا وكأن عدم الإفساد في الأرض ده مقدس زي ما الدم مقدس كل ده مقدسات وعشان كده الناس اللي بتنظر للبيئة أن احنا بنتكلم عن شيء من الطرف نحن نتكلم عن شيء مقدس فلازم نفهم ده احنا مش موجودين بس عشان يبقى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقة بالله سبحانه وتعالى حتى لو قدينا إلى أن احنا ندمر ملكوت الله ندمر ملك الله وندمر الطبيعة احنا كده عصاء احنا كده فاسدين احنا كده مفسدين وعشان كده في مسئولية مجتمعية مسئولية علينا كلنا ان احنا نحافظ على البيئة مش بس نحافظ على البيئة ونشارك كمان في تنميتها واللي منها الحفاظ والتعامل الرشيد مع كل مكونات البيئة كل المكونات دي لابد ان احنا يبقى عندنا حفاظ على التعامل مع البيئة ونكون كمان شايفين الأثار السلبية للتهاون في التعامل مع البيئة سواء بهدار موليدها او تلوسها بالعوادم والانبعاثات الضرة والنفايات في صورة من اشنع الصور اللي مرت في تاريخ الانسانية انا عايز اقول لكم ان اللي احنا جانينا من حضارة وثقافة انا مش قادر احنا اسميها حضارة ثقافة مادية كمية لا تحترم ولا تقدس كل ما حولنا قدت الى ماذا الى ان فكرة المنفعة الكمية تهدر الحياة لابنائنا واحفادنا وعشان كده الثقافة دي والحضارة دي لازم تتغير وترجع تتخلص من هذه المادية التي صبغت الانسان وآزت الانسان خلت الانسان يدور في المصلحة والكسب السريع وان كان ده هتسبب في آزة اكبر فيتم استخدام موارد في الصناعة ضارة وينتج مخلفات اضار تعال اقول لكم بس ايه اللي خلينا لما نحب نعمل قضة نوم نعملها اروا فننحط شجرة باكملها وكل ده يبقى شيء مهدر ايه اللي خلينا نفكر في فكرة الانتاج الوفير فننتج انتاج مبالغ فيه لأشياء لا حاجة لنا فيها الا بس عشان نعمل ايه عشان نعمل رفاها حتى لو كانت الرفاها دي على حساب البيئة على فكرة الحفاظ على البيئة مش رفاها ولا شيء من قبيل الطرف ده ركن من اركان الحياة مرتبط بينا زي بكده ان بداية الحياة كانت بالماء واجعلنا من الماء كل شيء حي فاحنا كمان ما ينفعش ان احنا نفرط في اي حاجة الانزان جزء من البيئة وصلاحها مرتبط بصلاحه وفسادها مرتبط بالضرر بيعود بالضرر عليه على فكرة الانسان مش سيد للكون ولا هو سيد في الكون الانسان مسؤول في الكون مسؤول عن الحفاظ على هذا الكون مسؤول عن الحفاظ على هذه البيئة ورعايتها والاكوان كلها فيها حياة حتى الجمادات بتسبح ألم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والأرض كل شيء بيسبح ربنا يبقى احنا لازم نفهم ده ان الجزء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام له ومسح عليه حتى يسكن وقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد أحد جبل يحبنا ونحبه وكان حضرته يقول لي صلى الله عليه وسلم اني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه كل ده دليل على ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤنسن الأشياء يؤنسن الأشياء يعني ايه؟ أول حاجة أن تجعل للأشياء كرامة فانسجام الإنسان مع الحياة مع الأكوان بيساعده في تحقيق مقاصر وجوده التلاتة العبادة والعمران والتسكير فالإنسان بيعبد الله سبحانه وتعالى في بيئة وعشان كده إيه اللي حاصل؟ تذكره كده ان احنا بنصلي طلب منا ان احنا نصلي في مكان طاهر فاكرين حديث رسول الله سلم وجعلت لي الأرض مسجدا هو المسجد عندنا ايه؟ مش لازم يبقى طاهر؟ لأنه مكان وموطن السجود يبقى ربنا أمرنا ان احنا نطهر البيئة نطهر البيئة من مساوينا فإذا كانت الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا فالمسجد لازم يكون طاهر محدش بيتعدى على المسجد محدش بيقذر المسجد تذكروا ان السادة الملكية مثلا لما عرفوا ان المساجد لابد ان تجنب القذرات فالسادة الملكية يكرهون ان يتسوق الانسان في المسجد لانه بيزيل بيزيل ايه؟ بيزيل القذرات في المسجد فإذا كان ده في المسجد الصغير فده كمان في المسجد الكبير ما ينفعش ان الناس يفسدوا الأنهار ويفسدوا الخضار بتلك الثقافة الصناعية المادية الكمية مش بس الملوسة ولكن كمان المنجسة لهذه البيئة لازم استخدم هذا التعبير الإيماني عشان الناس تفهم قد ايه تعديها على البيئة وتعديها على مفردات الحياة بيشوه علاقتهم بمولانا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى لما سخر لنا ما في الأرض وسخر البيئة سخروا عشان نعبدوه فالمياه مثلا دورها في الطهارة دور مؤثر عشان تعرف مكانة البيئة في علاقتك بربنا ورعاية البيئة ومواردها واجب على الإنسان لأنه مأمور بعمرة الكون هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والتأمل في الكون على فكرة لما تشوف الخضار وهو بيكلمك بأن المسألة فيها نظارة تقدر تعرف يعني إحسان وتقدر ترى الله فأقرب طريق لتسكية النفس والوصول إلى الإحسان هو أنك ترى جمال الله في الأكوان وإزاي هتشوف جمال الله في الأكوان وإنت قاعد تفسد هذا الجمال بتعدي وعدم احترام وعدم تقديس فرعاية الإنسان للبيئة ومواردها رعاية له واحترام له عارفين يعني إيه؟ يعني جزء من كرامة الإنسان احترام البيئة لأن البيئة دي ما خلقتش إلا لكي يعيش الإنسان في حالة وصل مع الله فإذا كنت بتقضع الجسر اللي بينك وبين الله أنت كده مش بتفسد على نفسك الصراط المستقيم الكون ده صراط مستقيم بيهدينا إلى الله سبحانه وتعالى إزاي أنت ممكن تتعدى على الأكوان ولا تتعدى على البيئة وإنت بتقول إهدينا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الجمال اللي ربنا خلقه في كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء كل شيء حوالك فيه إحسان وحضت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرشاد والإحسان في التعامل مع البيئة فعلمنا احترامها وإن الإسراف في مواردة شيء مزموم حتى ولو كان من أجل العبادة يعني وكأن العبادة ما تنفعش وإنت كمان بتتعدى على البيئة فمر صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقسوة ويتوضأ فقال ما هذا السراف فقال أفله هدوء إسراف يا رسول الله قال نعم وإن كنت على نهر جاري والإسراف ليه أشكال كتيرة زي الإسراف في استخدام الطاقة فأفضل مشغل فأفضل مشغل النور والطاقة ويفضل عندي الشخص ميستخدم المشغل للكهرباء والطاقة لغاية ما إيه لغاية ما نقع في ورطة إن الطاقة بتنفد من العالم كله من الحياة كلها مشكلة كبيرة وإذا اكتعانى حضرته صلى الله عليه وسلم من الغرس حتى لو قامت الساعة إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها ونهان عن قطع الشجر شوفوا بقى الناس اللي بتقطع الشجر مش عشان لحاجة غير إنها تعمل أي حاجة ما لهاش علاقة بتنمية الإنسان ولا الحفاظ على البيئة فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كرامة الأشياء ولذلك حتى ولو في القتال حتى ولو في المعارك لا تقطع الشجرة فإن عصمة فإنه عصمة للمواشي في الإيه؟ في الجد إنه فيه رعاية فيه حياة متكملة فيه واحد قعد يصرف في حاجة معينة ونسي إن الحياة كلها دورة متكملة وربنا سبحانه وتعالى شبك هذه الحياة حتى ننتقل من نعمة إلى نعمة من نعمة النبات إلى نعمة الأسماء إلى نعمة الحيوانات إلى نعمة الأشجار نعم 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 فرعاية الحيوانات والاهتمام بيها وعدم إذيتها زي تجنب الصيط الجائر على سبيل المثال بيحمي بيئتنا ويحافظ على توازن البيئة بعض المخلوقات مثلا بتتغزى على بعض الحشرات فلما نتخلص منها نلاقي الحياة حصل فيها خلل في البيئة وخلل في الكون على فكرة تعاملنا المؤذي مع البيئة وتعاملنا المؤذي مع الكون ما عادش بدرر غير علينا إحنا إحنا اللي دلوقتي عندنا كل واحد فينا بيحس دلوقتي بتغيرات المناخ كل واحد فينا بيحس الآن بقد إيه ما كسبت أيدينا اللي كسبته أيدينا بنشمه بيبان في جلدنا بيبان في أمراضنا بيبان في كل حاجة بتحصل لنا عشان إحنا ما احترمناش نعمة ربنا تعالوا نرجع تلدنا اللي دعانا للنظافة ودعانا إلى كل هذه الأشياء ونهانا عن كل التلويس وكل الأزية تعالوا نشوف شوية إجراءات مهمة عشان نقدر نرجع مرة تانية بن أدمين بنعرف يعني إيه نعمة ربنا في الأرض هذه الأرض نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى هذه الأرض اللي كانت نسبة الخضر فيها بتوصلنا إلى الله من أقرب طريق لما نلاقي حياة بتتنفس معانا كنا زمان ممكن نقول والصبح إذا تنفس بنسم نفس الصبح هل إحنا حاولنا نكتب نفس الصبح فمش قادرين نتنفس نفس جاي حديث عهد بالله كل ده احنا لازم نتخلص منه تعالوا أول إجراء بقول لكم تعالوا رشد الاستهلاك بلاش إسراف والتشريد بيخلي الإنسان يدوء حلوة النعمة لما ترشد الاستهلاك يدوء حلوة النعمة رشد الاستهلاك في الكهرباء رشد الاستهلاك في المية رشد الاستهلاك في الأكل رشد الاستهلاك دائما مش عشان أزمة اقتصادية عشان تبقى إنسان وإن كان دوت عشان تعمله عشان الأزمة الاقتصادية ده كمان عشان تبقى حكيم فرشد عشان تبقى إنسان حكيم حاجة تانية سارع في إسراح حاجة بتسبب أزية للمجتمع ما تشيبش شيء بيصرب ولا شكمان عربية أنا بشوف ناس وهم ماشيين بالعربية بيوزعوا سموم بيوزعوا الموت على الناس لأنه هو مش عايز يصلح العربية ليه وأنا مالي يعني وإيه اللي هيحصل ولا حاجة اللي هيحصل إن احنا كلنا نتضرر لازم نشجع بعض ونشارك في كل المبادرات اللي فيها حفاظ على البيئة على قد ما نستطيع زي تشجيه الاعتماد على شونة الأماش والتقليل من البلاستيك والأنشطة كلها اللي بتساعد على إعادة التدوير واستخدام الأشياء للمنتجات الطبيعية رابع حاجة إحنا لازم نساعد أولادنا إنهم يتعلموا كل ما يتعلق بالطاقة النظيفة ويبقى عندنا إبداع وابتكار أهل مصر مبدعين مبتكرون يستطيعوا إنهم يشاركوا في هذا الإبداع وهذا الابتكار في عالم بيستخدم طاقة خضرة بيستخدم طاقة بتعيد الإنسانية مرة تانية بتدب في قلوبنا وبيعيد من مرة تانية احترامنا وكرمتنا لما بنكرم كل مكون من مكونات البيئة يا رب ألهمنا أن نحن نحافظ على كرامة الإنسان بأن نحن نحترم الأكوان يا ربنا يا من نصرت الجمال في كل شيء علمنا أن نكون من أهل الجمال فنتعامل مع كل لوحة من لوحات من لوحات الجمال بجمالك يا رحمن يا كريم يا ودود إلهمنا رشدنا فنكون من الرشدين فلا نسرف ولكن نقبل عليك دوما بالحكمة والرشد يا رب العالمين بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ومنخصص لها الوقت زي الوقت اللي احنا هنخصصه لها دلوقتي عشان نجاوب عليها ونفضل دايما في مجالس النور أول سؤال عندنا وصلنا بيقول لنا السلام عليكم أنا متزوجة من عشر سنين ومش بحب زوجي لصفات كتيرة صعبة فيه وحاولت أنا وأهلي كتير نعالج المشاكل بالحسنة بس للأسف ما بيديش لحد عقاد نافع أنا تعبت ومعايا ثلاث أطفال مش عارفة أسعدهم لإني على طول حزينة معاه في حال طلبي للطلاق هل أكون آثمة في حق أولادي السؤال دوت قبل ما نسأل السؤال ده لازم نقول أن أنت آه أنت متجاوزة من عشر سنين وانت عندك ثلاث أولاد ممكن تكوني آثمة إذا كنت أنت ما أخدتيش الطريق الصحيح لحل المشكلات بينك ومن زوجك آه ممكن يكون هو عنده صفات صعبة بس ممكن تكون الصفات الصعبة دي جاية من أن أنتم مختلفين مش الصفات الصعبة لأنه هو إنسان لا يعاش ولا إنسان هو شخص ممكن يكون مؤذي مثلا أو أنه مفسد للحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جات امرأة تطلب منه الطلاق صحيح مما نعاش بس لما قالت له إن الحياة هتوصل إلى طريق مسدود وقالت له إني أكره الكفر بعد الإيمان فرسول الله صلى الله عليه وسلم أزلناها إنها تطلق بس سوا السؤال هو أنت أخدت الوسائل اللي ممكن تصلح العلاقة بينك وبين زوجك هتقول لي أيوة أيوة إيه أيوة إن أنت كلمتي ولمتي ونبهتي فانتقدتي أنا مش بلومك ولا بقولك إن أنت الغلطانة أنا بقول لي إن ما فيش مشكلة زوجية إلا ويكون سببها الاثنين فأنت لازم تعرفي إن أنت كنت لازم في وسائل كتيرة قبل ما تاخدت الطلاق أنا بقول لك نصحتي أنت بتقولي لي أنا وطلبت الطلاق ممكن أكون أنا وقعت في الخطأ في حق أولادي وأكون آثمة عشان تتجنبي ده هتعملي ثلاث حاجات أول حاجة تجلسي جلسة مصارحة بينك وبين زوجك تتكلمي فيها على بهذا الطريق اللي أنا أقولك عليها إن أنت تتكلمي تقولي له أنا عندي احتياج فلاني كيت وكيت 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 أنت ممكن تساعدني في إيه عشان الاحتياجات اللي عندي دي لأنيس والحد يكون بمثابة الأمان بالنسبة لي ويكون كمان داعم وسند لي أنت ممكن تساعدني بإيه نفترض إن دا حصل فيه مشكلة إيه اللي حاصل؟ عن ناقي ناس مؤثرين في الأسرتين بيؤثروا على حضرتك وبيؤثروا عليه بيؤثروا عليه ونجي بخليهم يجلسوا معانا نحاول بقدر الإمكان إن احنا نلتمس الحكمة طب كمان داوة ما حصلش دي أثر نروح لخبير زي مركز الإرشاد الزواجي عندنا تعالوا تفضلوا على مركز الإرشاد الزواجي كمان عشان نقدر نعمل كل دا قبل الخطوات دي أنا ملاقى من أن أنت تكوني نجيتي من الإسم لازم تاخدي كل الأسباب عشان أنت تتأكدي أن أنت عملتي ما أقامك الله فيه لأن الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان في كل شيء حتى في الطلاق فلابد أن يكون هناك إحسان طب نعمل إيه؟ ناخد كل الوسائل اللي نحن نتأكد فيها أننا ما ظلمناش أولادنا وأن الطلاق دا ما كانش طلاق عن هوا وأن الطلاق دا كان طلاق عن فعلا عن استحالة العشرة بينك وبين زوجك يبقى عندنا الخطوات التلاتة دول احنا محتاجين نعملهم نجلس مع بعض نجيب شخصين حاكمين من الأسرتين يعودوا معنا ما نفعش دا نروح لخبير يتكلم معنا ويستخدم أدوات العلاج الزواجي عسى أن داوات كمان يكون باب من أبواب الخير لو عايزين تعملوا الخطوة التالتة مباشرة ما فيش مانع بس احنا بنعمل الكلام دا عشان مع كل خطوة بنزيل جملة من الهوى و جملة من الإيجو و جملة من الأشياء اللي فيها الانتقام و فيها الحقد و الغل عشان لما نيجي نتكلم نتكلم و احنا فعلا صادقين في إرادة الإصلاح ايه يريد إصلاحها يوفق الله بينها و بقى احنا نعمل كده عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من صادقين النواية السؤال اللي بعد كده بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له هل يندرج القيام بأعطاء دروس محو الأمية لفترة قصيرة مثلا ضمن عمل ينتفع ضمن علم ينتفع به اه طبعا يندرج اي علم من العلوم النافعة للإنسان و خاصة انت بالعكس ده العلم اللي هو للناس في محو الأمية ده ممكن يصل بهم الحال ان ده تكون افضل مكان و افضل لان ده بمقدار حاجة الناس العلوم يا سادة جاي عشان حاجة الناس الشخص اللي انا بعلمه ده انه ممكن اكون سبب في انقاذ حياته الشخص اللي انا علمته محو و محيت أميته ده ده ممكن اكون سبب لانقاذ حياته و مهجته من الضياع لما انا علمته انقذ ممتلكاته انقذه من فتنة فلذلك محو الأمية ده علم ينتفع به نعم و من افضل العلوم الذي ينتفع بها لان حاجة الانسان فيها كبيرة سألونا هو العلم ايه المكان العظيم للعلم ده فيها قلنا لانه عبادة متعدية العلم مش زي الصلاة عبادة قاصرة علينا احنا بس ده عبادة متعدية متعدية يعني ايه نفع هذه العبادة بيذهب الى الناس فانت لو عملت كده اكيد هيدخل في الصدق الجارية اكيد هيدخل في العلم اللي ينتفع به اكيد هيدخل في العلم اللي ينتفع به و يصل ثوابه ان شاء الله لمن تريد ان يصل اليه ثوابه و خاصة لو كان الوالدين و اكيد ان شاء الله يصل هذا الثواب لو قلنا كمان و اكدنا على ده اللهم هب مثل سواب تعليمي هذا لوالدي أو لأبي أو لأمي إن شاء الله يصل باتفاق زي ما قال الإمام القرافي فاصل ونرجع نكمل أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ومعانا سؤال بيقول السلام عليكم يا شيخ عمر أنا متزوجة وزوجي مش بيشتغل كان بيشتغل وقعد مرة واحدة ومش راضي ينزل يشتغل تاني ولا بيجيب أكل ولا شرب وأنا راضي أو مستحملة وبقول بكرة هيشتغل وأكلمه وأقوله إنزل اشتغل مش راضي بعدها بيوكل حكتي ورضيت ومعايا بنت مش عارفة أعلمها وأهلي عايزيني أتطلق وأنا مش راضي وبقول بكرة يتعدل حاله وكل ما كلمه يقول لي ماشي وأنا تعبت من كتر المحاولات ومش عايزة أفتري ونفسيتي تعبت أعمل إيه لو أنا سبته واتطلقت زي ما أهلي بيقوله يبقى كده افتريت عليه السؤال ده بالنسبة لي سؤال موجع شوية ليه سؤال موجع لأنه في الحقيقة بيحسسنا إن إحنا كنا أصلنا شويتين تلاتة في تربية الرجالة في إنهم يعرفوا يعني إيه استوصوا بالنساء خير وإن إحنا محتاجين نراجع مفهوم الرجولة عشان مفهوم الرجولة دوت هو اللي بيخلي الناس ما تقسيش الناس كل الأزيال اللي أنا شايفها دي يعني إيه أنا موافق إن فيه حد يتعرض لأزمة بس لما يتعرض لأزمة يروح يتعالج عشان هو مسؤول هتعمل إيه أيها الزوج وانت قاعد في البيت كده لا بتعمل شغلة ولا مش غلقة زي ما بيقولوا هتعمل إيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راع وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتي أنت هتعمل إيه هتعمل إيه وانت بتضيع رعيتك هتعمل إيه وانت واعع في ناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول هتعمل ايه هتعمل ايه وانت كل انا وكل حزن وكل وجع بيقع في قلوب اولادك انت هتتسيل عنه يوم القيامة هتعمل ايه وانت بتدمر نفسية اولادك وبتتحاسب عن كل وجع بيحصل لهم وكل تشوه نفسي موجود في قلبهم هتعمل ايه في امرأة انت بتضيعها وبتعرضها للفتنة وبتعرضها للمحن وبتعرضها للشدائد بدل ما انت كنت سبب ان انت تخفف عنها وتكون سند ليها وفعلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم امرك بان تستوص بيها خيرة وده كله ليه لان حضرتك مش قادر تسلب طولك وتقوم تحمل مسئوليتك وتصرف على البيت تب وده يعمل ايه هيخلي البيت كله بيضيع ويخلي البيت كله مقاسي ويخلي كل البيت وجع وقلم وضيق وحرج وانت فاهم ان انت كده ما فيش فيه دك حاجة لا انت فيه فيه دك حاجات كتير لو انت قاعد من الشغل ان انت مش لاقي شغل مناسب كل الشغل مناسب مدام الشغل في شيء حلال اذا كنت انت قاعد لان انت مش لاقي حد يقدرك فانت ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيكافئك على حسن العمل ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله فانت عايز ايه ايه اللي ما عادك في البيت ايه اللي ما عادك في البيت هي بتسألني ممكن تجي تسألني تقولها انا بقولك يا مولانا بسألك عشان ما نخرجش عن السؤال انا بسألك هو انا لو اطلقت منه اطلبت منه اطلبت منه اطلق افترت عليه يا بنت احنا عندنا حاجة اهم من كده احنا مش مسألتنا ان انت تفتري عليه ولا لا احنا مسألتنا ان هو ينصالح عشان مش بس المسألة هي مسألة ان هو يجيب له ام تعيشه ولا بس مسألة نفسية الاولاد ونفسية البيت اللي بتتدمر ده لكن انت بتسأليني لو انا اطلقت بعد كل اللي هو بيعمله ده هيبقى ايه ده لا يكلف الله نفسا الا وسعاه يا بنتي لا يكلف الله نفسا الا وسعاه بس انا عمري ما بقول لأي حد روح اطلق قبل ما بيكون ما بنعمل كل الاجراءات قبل ما تيجوا انتوا الاثنين ونتكلم في الاصلاح لكن انت لازم يبقى في وقفة حاسمة انت واضح ان انت لازم توقف في وقفة حاسمة تفوقوا تفوقوا وتسمعي الكلام اللي احنا قلناه دوت عشان يفوق يفوق عشان ما يدمرش تلت بنات ويدمر امهم كمان وهو حاسس ان هو ما بيعملش حاجة ولا هو ازى حد لا انت مؤذي يا استاذ انت بتؤذي اولادك انت بتدمرهم والله سبحانه وتعالى انت على فكرة مش لازم عشان واحد يقتل واحد بس انه ويتبحه لكن يكفي ان هو يسود الدنيا في عينيه اتق الله في نفسك اتق الله في اولادك واتق الله في زوجتك دو امانة ربنا ودعم عندك فاتق الله وحافظ عليهم وارجع وحميهم من كل الفتن اللي انت بتعرضهم ليها وخلي بالك لو انت رجعت وحاولت تكتسب انت من الابطال لان هذا شعار الرجال انهم يكتسبوا الكسب الحلال ويسع على العيال ربنا يوفقك وتفوق من كبوتك دي لان الكبوة دي لو فضلت مش هتدمرك انت بس هتدمرك وهتدمر اولادك كمان يا رب الهمل ورشده يا رب وخليه في عافية وفي مددك يا رب العالمين يا رب اتكلمنا النهاردة عن البيئة والبيئة حياة والبيئة دي نعمة من مولانا وهو نقع في كفر النعمة دي وهو نقع في ان احنا منصنش نعمة ربنا سبحانه وتعالى ولا ان احنا نكون نعبد الله سبحانه وتعالى بحق بان نطهر هذه الارض اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الارض والبيئة دي مسجد والمسجد ده لابد ان هو يصان ولا يلوس ودائما يكون مليء بالطهارة بل نحن اذا دخلنا على هذا المسجد لابد ان نكون عندنا زينة نتزين لندخل على جمال الله تعالوا ننفي قبحنا ونمنى نفسنا بالجمال بان احنا نجمل هذه البيئة ونحافظ عليها مش بس نحافظ على البقية الباقية منها لا ان نستثمرها وننميها لان في نماء البيئة دليل على ان الانسانية ما زالت تدب فينا ودليل على اننا نشكر نعمة مولانا الهمنا يا مولانا ان نشكر نعمتك ونستثمر وننمي حياتنا ونحافظ على البيئة وننميها حتى نكون عبادا صالحين نقدر نعمة رب العالمين يا كريم يا ودود اجعلنا من الصالحين الراشدين يا رب العالمين موسيقى موسيقى